أهلا بكم بالجديد نبدأ معكم الجولة من صحيفة السودان الدولية ولكن قبل ذلك أرحب بضيف داخل الأستوديو الأستاذ حيدر المكاشفي أهلا ومرحبا بك ويساعد نهارك أهلا ومرحبا أستاذ عمار بشيبة ومرعب بالمشاهدة الكريم أهلا بك وأبدأ معك هذه الجولة كما قلنا من السودان الدولي ومنها نقرأ أربعة رؤساء دول يشهدون التوقيع النهائية على اتفاق السلام كشفت الوساطة بجنوب السودان أن رؤساء دول كينيا وتشاد ومصر ويوغندا سيشهركون في الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بجوبا اليوم بالإضافة إلى ممثلين لدول السعودية والإمارات وقطر فيما يخاطب الاحتفال سفيريا الأبين العام للأمم المتحدة وكشف تود قلواك رئيس الوساطة الجنوبية على اكتمال الاستعدادات لتوقيع اتفاق السلام في جوبا ووصل صباح أمس الجمعة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك للمشاركة في مراسم التوقيع حيث كان في استقباله من مطار الجوبا المستشار الأمني لجنوب السودان ورئيس فريق الوساطة وعدد من قيادات دولة جنوب السودان أستاذ حيدر يعني اليوم سيتم التوقيع أول أو بعد ساعة من الآن اتفاق السلام بجوبا كيف تعلق ابتداء على حضور هذه الدول وممثليها لحضور وشهود الاتفاق نعم هو طبعا الدول المذكورة كما جاء في الخبر كلها دول يعني جارة وشقيقة ولها اسهامها المعروف في مسألة اقرار السلام في السودان منها دول الإيقاد ودول شرق أفريقيا وهي دول جارة ولها يعني علاقات ممتدة مع البلدين يعني مع جنوب السودان دولة جنوب السودان بعد استقلالها ودولة السودان أيضا لها علاقات ممتدة وقديمة جدا فيقوم من الطبيعي جدا أن تشارك هذه الدول على مستوى رؤسائها في هذا المحفل الكبير والمهم جدا والذي يهمها جدا أيضا وتسجل حضورها وتشهد على هذا الحدث وأيضا هناك بعضها يعني سيكون ضامن للاتفاق وبعضها شاهد عليه وحضور مشكور من هذه الدول وهو حضور مشرف يعني ليشهد على هذه العملية الكبيرة التي تمت بين السودانيين وبرعاية وإشراف يعني أشقاء أعزاء جدا هم أشقاءنا في دولة جنوب السودان الذين يعني نعتبر أنفسنا وهم أننا شعبين أننا شعب واحد في دولتين فطبيعي أن تشارك هذه الدول وعلى هذا المستوى العالي والكبير يعني إلى أي مدى هذا المستوى العالي والكبير وهذه المتركة الكبيرة يمكن أن تكون ضمانا لتنفيذ الاتفاق أو ما تم الاتفاق عليه نعم هذا من المهم وأعتقد أنه بحسب تصريحات لرئيس الوساطة الجنوبية ذكر أن هناك بعض الدول من الذين جاءوا وسيشاركوا في حفلة التوقيع بعضهم هناك يعني وثيقة أو عدة كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق ستوقع عليها بعض الدول وأيضا دول أخرى أيضا تتوقع كشهود على هذه الاتفاقية الكبيرة والمهمة جدا فأعتقد أن الوجود بالإضافة إلى المظهر الاحتفائي يعني أيضا له يعني علاقة بأن يكونوا شهودا على الاتفاق وأن يكونوا ضامنين لتنفيذ هذا الاتفاق طيب يعني هناك سؤال آخر يعني ما هي أبرز المكاسب من هذه الاتفاقية وما أبرز المخاوف برأيك نعم أول حاجة يعني أبرز المكاسب أعتقد أنه يعني مسألة إيقاف الحرب هذه واحدة من المكاسب الكبيرة جدا التي سيحققها مثل هذا الاتفاق يعني وأخطر المكاسب أيضا هو أن يؤدي ذلك لأي سبب أو آخر لأن يتعسر التنفيذ أو أن يعني تشعر حركات أخرى بأنها تم تحميشها أيضا أن تعود لحمل السلاح مرة أخرى فيحمل يعني يحمل إيجابيات سلبيات في داخله يعني سيكون إيجابيا إذا ما تم يوقف الحرب تماما إذا ما تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تنفيذا تاما وكاملا عدم التنفيذ حبما يؤدي إلى خروج بعضهم مرة أخرى وحمل السلاح مرة أخرى وقد حدث ذلك بالفعل كما نذكر في الاتفاق الذي تم مع مناوي سابقا وحتى يعني تم تنصيبه مساعد أول لرئيس الجمهورية ويعني كان له مكتب في القصر الجمهوري ولكنه سرعان ما نقص عاد إلى حملة السلاح مرة أخرى فأعتقد أنه التنفيذ الجيد بحسب المصفوفة التي تم الاتفاق عليها سيجعل منه اتفاقا يعني مسمرا ومفيدا للبلد كيف يتم تنفيذ هذا الاتفاق التنفيذ الجيد والتنفيذ الطيب طبعا تم الاتفاق حسب مصفوفة يعني بعد التوقيع بالأحرف الأولى الذي تم في أواخر أغسطس الماضي تم تكوين اللجنة من الطرفين الجانب الحكومي وجانب الحركات التي وقعت على الاتفاق بشكل مبدئي بالأحرف الأولى وتم التوصل إلى مصفوفة محددة لتنفيذ هذا الاتفاق ولتنزيل وقاع هذا الاتفاق ومنوده إلى الأرض واحد من أهم الأشياء التي يحتاجها التنفيذ هو مسألة الجانب التمويل يعني ينطوي الاتفاق على عدد من البنود التي تحتاج إلى تمويل كبير جدا يعني وهذه واحدة من المشاكل والتحديات الكبيرة جدا التي قد تواجه هذا الاتفاق ابتداءا يعني ومن المفترض أن يكون السعي قد بدأ ويتواصل للبحث عن كيفية توفير هذا التمويل الكبير الذي يحتاجه عملية تطبيق وتنفيذ اتفاق السلام وأذكر في هذا الصدد أن أيضا رئيس الوساطة تود قلواك ذكر في هذا الفطوص أن هناك ترتيبات جارية لعقد مؤتمر لمانحين لدعم عملية تنفيذ السلام لتمويل هذا السلام ربما نعم ربما تنعقد هذا المؤتمر في القريب طيب يعني في ربط هذه النقطة كيف تقيم دولة جنوب السودان في إدارة الوساطة للتفاوض وهل تعتقد أن جوبا هي المنبر المناسب لهذا التفاوض وللتفاوض المقبل مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور نعم والله الأشقاء في دولة جنوب السودان يعني يشكرون كثيرا جدا على هذا الاهتمام الذي أولوه لمسألة إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام دائم ومشتدام بين الفرقاء السودانيين من حملة السلاح وأصلا هو كانت لديها علاقات جيدة ومتميزة مع حملة الكراء وعدد منهم كانوا يقيم في دولة الجنوب وفي جوبا تحديدا يعني فبذلت جهد كبير وجهد مقدر وجهد مشكور جدا ولعبت دور كبير جدا في هذا الملف حتى يعني بلغت به المنطقة وخلال تغريبا عشرة أشهر أو تزيد يعني لم تكل ولم تميل دولة جنوب السودان وفريق الوساطة بالتحديد يعني بذل ولم يستبقوا شيئا حقيقة وبالفعل لم يستبقوا شيئا والدليل أنه الآن يعني وصلت مرحل مسألة التفاوض في منبر جوبا إلى نهايتها بتوقيع النهاية على اتفاق السلام يعني ونحن نفكر بأن من يعني رعى هذا الاتفاق وقاد عملية التفاوض وهيئ الأجواء لكي يلتقي الفرقاء هم هي العاصمة الحبيبة جدا عاصمة دولة جنوب السودان جوبا وأن من تولوا هذا الأمر هم يعني أشقاءنا في جنوب السودان وليس أي دولة أخرى أو أي أشقاء آخرين يعني حقيقة نحن حتى يعني لا أقول حتى 2011 حين تقرر حين وزعت نتيجة الاستفتاء التي يعني أفضت إلى الانفصال أو قل استقلال الجنوب نحن حتى الآن بالمناسبة يعني نعتبر نفسنا شعبا واحد ولدينا أعداد كبيرة جدا من الأشقاء الجنوبين الآن يعني يعيشون بيننا هنا ولا وأقول لك أن طالبة جنوبية من منطقة الرنك أحرزت المركز السالس في امتحانات شهادة الأساس صحيح جاءت هنا جاءت من بلدها في الجنوب وأقامت هنا في السودان والتحقت بإحدى المدارس يعني داخل السودان ويعني واصلت دراستها حتى امتحان شهادة الأساس وجلست الامتحان وأحرزت المجموع كبير جدا يعني أهلها لأن تحتل المركز السالس في نتيجة نبارك لها بالتأكيد 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 نبارك لها بالتأكيد